السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي نتمنى كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة فيديو اليوم كما تشوفوا عبارة على الجاجة محمرة اليوم راح نعطي لكم تتبيلة وطريقة كيفية طيب وعن بالي الناس كامل تعرف طيب جاجة محمرة جاجة روطي وكل واحد عنده تتبيلة الخاصة به انا راح نعطي لكم تتبيلة هذي والله يصدقوني قسم بالله يجيكم خير من تعبرة احنا دائما عندنا مهما نطيبوا دائما نقولوا اللجاجة تعبرة مختلف يعني لكن طريقة هذي اذا درتي بها والتتبيلة هذي صدقيني والله تنسي تعبرة يجيك طري وبنين وخير من تعبرة خلاص انا اولادي حبو احنا عندنا اللجاج غيلي خلاص سيرتوك تزيدي تشريها روطي تشريها غالي يعني ما نحكي لكم اش اولادي سخفو حبين جاجة روطي قلت لهم انا نديرها لكم اليوم خير من تعبرة اه وعجبتهم فعلا وقالوا لي خير حتى من تعبرة انا دجاج يعني فيها طبيعة دائما نطيب الكويس ولا دائما نغير نحب نجرب الطرق مختلفة اه ما نحبش نقعد ديما في نفس التبيلة ونفس الطريقة ونفس المهم جربوا طريقتي هذي وان شاء الله ما تندموش باذن الله متأكد ما رحش تندمو كي ما تشوفو هنا عندي دجاجة حبيت نديرها كيتا عبرة ما نحيت الهوالو كي ما تشوفو فقط نظفتها مليح بعودتها شهال مرة بالملح وغسلتها بالخل وخليت الجناح خليت هالبلايس هذي كي ما تشوفو البلاسة هذي اللي مريت لكم فيها دائما نجي فيها جلدة هك رقيقة خلاص صفرة نظفتها ونحيتها مليح نظفتها من لور هكا مليح نحيت لها ذاك المسران وذاك بس خليتها حبيتهم يحسوها انها من برا كي ما قلت لكم التتبيلة هذي اللي راح نجربها تشوفو روعة روعة حتى في الروز صدقوني ما تديري فيه خضرة ما تديري فيه كبدة ما تديري ويجيك روز واحد ويجيك هايل بالتتبيلة هذي الكوركم الفلفل الاحمر حار وفلفل الاحمر حلو البابريكا وزنجبيل طبعا الدجاج لازم زنجبيل والكمون وشوي بركة كصبر والمكون الاساسي اللي هو زيطرة حتى تطيلها بنا رائعة والمكون الثاني اللي يحيبننها هو الحب تحلاوة اذا عندك يعني ما هيش ما مطحونة داشد شيها هاك بالمهريس فقط تحطيها ولا تحطيها حتى حب معليش ما عندك خلاص ديريها ممرحية هنا عندي المطارد كمياتها مطارد وكمياتها زبدة قدرة ما عندك لا مطارد ممكن تستغني عليها طبعا نكمل الزيت اول انا راح نضوب شوية ذيك الزبدة لانها كانت في الفرجيدير جمدت من بعد راح نضيف شوية الزيت والملح طبعا ذوبك الزبدة كامل معك الدوابل معك الفحات ورح نطلي دجاجة كامل ندهنها كامل ولازم تحت الجلدة يعني تطليها كامل مش غير الفوز لازم تخلي حتى بالعصى وديري تحت الجلدة كامل يعني احنا كامل نحب ودجاج يكون طريم لداخل وتكون الجلدة مطارد مقرمشة من البرة والطريقة هذي راح تعطيك يعني النتيجة هذي انه تكون طائبة خلاص ضيبة ومن فوق تلقي تلقيها محمرة ومقرمشة هذي كالجلدة كيما تشوفوا رانينا ندخلها في الدوابل في البلايس كامل كيما تشوفو هنا وش را هالي كيما كنورمال متكون مهيش مم مفقوبة من هنا فقط مهيش مم مقصوصة بش ندخل في هذه ذوك الرجلين للكويس داع الجاجة لكن انا راح نرممها راح نلصقها بالكيردو وراح نربطها ذوك الكويس نربطهم بالخيط بش ما يتحلوش المهم يعني تنظف فيها مليح بما انك ما نحيتيش اذك الزوائد اللي هي من اللور وهذا كل الشحمة وهذوك لازم تنظف فيها مليح بش ما تقعدش فيها راحة تقعد حتى راحة فيها كي تعاوديها مليح بالملح ودريها مرة بالخل ما تقعد فيها حتى راحة هنا راحة كمية قليلة حسب الجاجة ما درت فيها لخضراء لويلوجة بنيني سخف درت فيها كمية كيما شفتوا من أكل بفجوخ اللي درته قبل معاكم في القناة طعمته تهبل وراو بقى حار لانو ما استعملش فيه كمية عزية كبيرة قاعدت فيه الحروضة قاوية على ذلك على بها راني درت كمية قليلة وكما تعرفوا أفضل تتبيلة تاع الجاج كيت تخلطي معها الكبدة تاع الجاج مع الروز نعمرها بالروزة ذيك اللي درت فيك تتبيلة اللي فضلت وهنا راح ننربط رجلين هذو كامل حاول نقفلها بالكاردون باش متظهر مش بنا تتحلش والقيادت اشتركوا في القناة قصروا هذه الفخار حبيت نطيبه بالعين في هذه بشي يطيب يعني طيب مليح تعرفوا حاجة الفخار دي ما طيب الحاجة أفضل منها هنا راح بش نديروا عشاء يعني بكل ماكلة نكمل بطاطا مقلية حبيت نحط البصل والبطاطا لتحت يعني بش نديروا عشاء كامل مش غير جاجة وقصيتهم كامل مع البطاطا دي ترونش ورح نحطهم التحت قبل ما نحط دجاجة نحن ملح هنا لاني كي قصيتهم ملحت وما نضيف لهمش خلاص دوابل رحيها بتعليمك دوابل تحت جاجة وكل ضفت غير شوية كوركم فقط ندخلها في نغطيها بابي سيلوفين و بابي كويسون بابي كليل اللي وريته لكم في الأول ما ندرتوش فتات بي بس حطيته في الأخير هكذا دجاجة ونص حبة قارسة صرتها وحطيتها بكامل فاكلة هنا نغطي بابي كويسون طبعا بابي سيلوفين نغطيها حبيت نغطيها بليح يعني بش طيب من الداخل لانه كبيرة يتبين برك في الفيديو ري جاجة صغيرة لكن ري جاجة كبيرة وبما انه بابي هالمينيوم مش صحي طبعا لازم دائما نديره تحت بابي كويسون ونحاول نغلقهم بليح وراني درت بعد الخطوة هذي درت ربطها هكا بخيت هكا رقيق ربطت بش ما ما تنفسش يعني بش طيب ليفيسيح وطيب مليح ما وريت لكمش الخطوة هذي سما الكاثرون ادورت عليها هكا خيت رقيق فوق البابي أليمينيوم مش يحكم بلاستو وندخلها في الكوزينيير يعني ما تكون شكل قاوية خلاصه ما تكونش ناقصة نهرية كما تشوفو وضيبة طيبة من التأخل منها يعني هذي النتيجة اللي نحاوسوا عليها وطلقت ك الزيتة وكل داب و البطاطا و بصالة لطلقوا المادة لديها سوس كمية كبيرة نقصت منها شوي وراح ارجع الجيجا دورك تتحمر احنا كنت راح ارجعها كما هيك بعد بما انو حب حتى البطاطا تتحمر واللي تدرتها في بلاك بير يعني نحية الطنزر حمرتها من تحت ونحمرها من الفوق